أظن أنا زي زي قاية بني قدم مصري في الدنيا مش بس كرجل بيشتغل صحفي تلفزيوني من حقيقة أن أنا أبقى سعيد أبقى سعيد أبقى فخور أبقى فرحان إلى آخره طيب سعيد فخور فرحان ليه؟ مش بس علشان أن إحنا قدرنا نوصل لهدف مهم جدا كنا بنشتغل عليه من اللحظة الأولى من يوم 7 أكتوبر 20-23 وحتى هذه اللحظة هو وجود هدنة إنسانية وصلنا في النهاية لهدنة الأربع أيام وصلنا إلى اتفاق لتبادل الأسرة والمحتجزين لكن أبقى فخور الحقيقة بحاجتي مهمين جدا فخور أولا بأنه صوت مصر مش بس صوت مسموع بل هو الصوت الأعلى والأكثر تأثيرا في العالم كله دون أي منازع تيجي تقولي ما تبلغش قوي كده أقولك لا دي ما فيهاش أي مبلغة على الإطلاق لأن أنا ممكن أسأل أي حد في العالم السؤال ده أقوله قل للدولة الوحيدة اللي كانت من اللحظة الأولى مصممة على مجموعة من اللاقات ولم تتحرك أو تتزحزح عن موقفها على الإطلاق بل قدرت أنها تغير مواقف تقريبا قرب حالها تقريبا طبعا اللي هو الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال بل وبعض الدول أيضا غير عضوة في الاتحاد قدرت أنها تغير موقف ورأي موجود في عاصمة القرار العالمي إن أردت أنك تسميها كده واشنطن دي سي الولايات المتحدة الأمريكية محد عرف يعمل كده في تاريخ هذه القضية على الإطلاق محدش عرف طيب ناخد الأمور واحدة واحدة مصر في اللحظة الأولى مصر في اللحظة الأولى قالت القاتي لا للتهجير القصري على الإطلاق للفلسطينيين لا للتهجير القصري للفلسطينيين أدي واحد اتنين اتنين لا لتصفية القضية يعني هو لا لتهجير الفلسطينيين إلى مصر ولا لأي دولة أخرى المشروع بالكامل مرفوض يبقى ده الموقف المصري أولا اتنين إنفاز المساعدات الإنسانية لأهالينا في فلسطين وبشكل مستدام طيب تلاتة ضرورة وجود أو عمل هدنة إنسانية بأي شكل من الأشكال أنا ممكن أخذك في إنه بقى أربعة وهو موقف مصر شديد الوضوح بمقاربة تكاد تكون فيها كثير من التفاصيل كمان مش بعض التفاصيل وهو المتعلق بحل القضية عن طريق حل الدولتين أرجع عشان بس التعليق كانت فيها إيه بعض الدستورشن بس إحنا في التمام يعني أنا غالبا لحطتها غلط بس كويس مهم هل يسمعيها مهم فإذا ده الموقف المصري السؤال بقى هل كان الموقف ده موجود عند أي دولة أخرى في العالم زي ما هو كده يعني هتلاقي بعض الدول تقول إيه يا جماعة إحنا رفضين التهجير القصري بس ما بيتكلمش أو على موضوع المساعدات أو دولة تقول إحنا لازم ندخل المساعدات بس ما بتتكلمش على حل الدولتين أو دولة تقول عايزين إن شاء الله ربنا يسهل إذا خد بال إذا انتهت الحرب لأنه ما كانش حد وثق إن الحرب تنتهي إذا انتهت الحرب فنبقى عايزين نشوف بقى كده يا ترى هو فيه إمكانية لحل الدولتين ولا ما فيش بس ما بيتكلمش مثلا على إنه ما فيش تهجير قصري أو ما فيش إنه يتعمل سياسة ترانسيفير إلى جمهورية مصر العربية أو لملاكة الأردنية الهاشمية ده على سبيل مثال فلن تجد دولة في العالم ده كان الباكتج دي زي ما هي كده هذه المجموعة هذا الطرح اللي هو مش بس متوازن الطرح المتكامل ما كانش موجود عند أي دولة في العالم ولا دولة مصر شالت هذا الطرح على كتفها وبدأت تشتغل فهتلاقي إنه الموقف العالمي من يوم 7 أكتوبر قاعد عمال الأول لا 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 حماس حماس مين يجب ده الموقف العالمي يجب القضاء على حماس يجب القضاء على المقاومة الفلسطينية حماس الحماس قال مساعدات المساعدات قال مساعدات لمين وعشان إيه وأني يحل دولتين لا 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 هجروهم ودوهم مصر ودوهم الأردن ابعتوهم كندا وزعوهم في العالم دي الأطرحات اللي كانت بتتقال من يوم 7 أكتوبر وممكن تعد معها يجي عشر طيام 11 يوم كمان لحد يوم 18 أكتوبر 11 يوم مصر الرئيس أجهزة مؤسسات بالمناسبة يعني هنشكر نفسينا هنقول إيه طي الإعلام المصري الصحافة المصرية بكل ألوانها وأشكالها وأنواعها وروافيدها كلها دون استثناء شالوا هذا الطرح على عاطقهم على ظهرهم ولفوا بالدنيا فالإعلام بيلف الدنيا عن طريق الساتيلايت الرئيس بدأت تجيله بقى هنا المكالمات الزيارات لقاءات مشتركة مباحثات عايزة أفكركم وده مهم جدا بلقاءين أنا أشوفهم كانوا مهمين لأنهم كانوا كاشفين جدا اللقاء والحديث والمناقشة التي دارت ما بين الرئيس وما بين أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية واللي كانت معروضة بكل تفاصيلها بصوت الرئيس وبصوت بلينكين ودي كانت مهمة جدا لأنه كان فيها الطرح المتكامل بنفس دات الشكل أنا بقول لك عليه النهاردة شوف دات ألقم تبقى طيب ونفس الوقت عندما تحدث الرئيس أيضا في لقاءه مع أولف شولتس المستشار الألماني حط بقى جوه ده إنه مصر هي البلد مش أقول لك الوحيد لكنه هو البلد الذي تلقى الاتصالات الاتصالات الأطول والأكثر كسافة مثلا من الأمريكات يعني تحديدا من جو بايدن فجو بايدن ما كلمش زعيم أو رئيس أو قائد في المنطقة كلها بقدر ما كان بيكلم فخامة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى أنه لم يحدث إلى أنه عاصمة في المنطقة بالكامل طلقت هذا العدد من الزيارات والمكالمات والمقابلات والمناقشات والمباحثات بقدر القاهرة خبراء السياسة عموما يقدروا يوصفوا ده بأنه أولا دي قوة التاريخ قوة الجيوسياسة الجغرافيا السياسية قوة ونشاط وفاعلية الدولة المصرية الرئيس مؤسسات أجهزة إلى أخيره وصلت في النهاية خالص إلى أنه كل المقاربة المصرية أصبحت هي الواقع الحالي الملموس المقاربة المصرية هي أنه واشنطن بقى بتتكلم على حل الدولتين أسبانيا بتتكلم على حل الدولتين بلجيكا تتكلم على حل دولتين برطغال تتكلم على حل دولتين فرنسا تتكلم على حل دولتين العالم بقى بيتكلم على حل الدولتين مع أنه العالم كان ناقص يعلن رسمي كده ولا دولتين ولا ديوله هو ما فيش في الدنيا حاجة في المنطقة دي غير هي إسرائيل وبعد كده كل سنة وانتوا طيبين يعني كان ناقص يقوله لنا كده في وشنا كان ناقص يقوله لنا كده في وشنا فإنك تصل إلى أنك أنت الدولة اللي حطت حل الدولتين مرة تانية على أجندة كل زعماء العالم وعواصم قراره تصل إلى أنك أنت الدولة اللي أصرت على إنفاذ المساعدات طبعا ما بين قصين وانت اللي دخلت 85-87% مساعدات بفلوسك انت المصريين يعني تصل إلى أنه أنت الدولة اللي اشتغلت على الهدنة وضغطت حتى الوصول إليها وانت الدولة ده وصول مساعدات جانب من المساعدات النهاردة وانت الدولة اللي عملت اتفاق من الآخر عشان بس نبقى ماتفقين يعني الدولة اللي اشتغلت على اتفاق تبادل الأسرة من الجانبين هي مصر بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية مما لا شك فيه بمعاونة دولة قطر الشقيقة مما لا شك فيه بس أنا بقولك تانية هو الدولة اللي عملت للاتفاق مصر اللي صاغت واشتغلت وبمعاونة قطر شقيقتنا بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية شريكتنا دي مش شقيقتنا شريكتنا الأساس هنا مكان ما نواقف أكيد مش التليفزيون القاهرة عاصمة القرارة العربي لا ريب التاريخ زي ما كنت بقولك السياسة الجغرافيا الإرث الخبرة القدرة الجيش خبرات المؤسسات المعنية مصر ترجمة نانسي قنقر